على فريق الداخلية خلينا أسألك عن تقييمك لأداء الفرقة على مدار الـ 14 أسبوع اللي تلعب بصوا قبت أن الفرقة ده تتجمعت بالضبط قبل الدوري بحوالي أسبوعين نحن الفترة الأولينية كنا شغالين طول الوقت مع المجموعة القديمة اللي هي صعدت مع الفرقة ففي الفترة ده كانت الدوري الدوري الممتاز كان لسه خلص في الفترة ده متأخر فأنت كنت غصبا عنك مستنى الوقت الفرقة تخلص في الدوري عشان تبدأ تشوف تقدر تجيب مين أو مين اللي هيبدأ تحرك من الأندية التانية عشان تقدر تجيبه معك في الداخلية فيمكن الوقت ده كان وقت داية جدا وفكرة تكوين الفرقة كانت صعبة جدا في الفترة ده فبدأنا حتى بدأت الناس طب أنا معلش عايزة سألت تقول ليه ما بدأتوش بدري عن كده ما احنا بدأنا بدري يا كابتن احنا بدأين بدري عادي لكن الدوري الممتاز كان لسه شغال فحضرتك انت لما هتيجي تبدأ تتكلم مع لعيب كان كله في الوقت ده استني الدور يخلص زائد زائد انت امكانياتك محدودة فانت برضو ما كنتش هتقدر تاخد القرار ان انت تبدأ تتعقد مع لعيبة او تقدر تتكلم مع لعيبة خاصة المتاح بالنسبة لك ما كانش الماديات كتير فانت كانت غصبا عنك هتستنى لغاية لما الناس تخلص وتبدأ تشوف مين اللي ممكن يتحرك ويبدأ يجي لك فالحمد لله لغاية لما بدأنا وعيزوا يبقى في المتاح حتى في المتاح بالضبط فلغاية حتى لما بدأنا الفترة اعداد في اسماعيلية الفترة دي دخلنا فيها مبارات ودية وكانت بدأت بقى اللعبات تخش معنا فيه لعيبة قتلنا قبل الدوري بيوم قبل اول ماتش بيوم يعني رشيد احمد دخل معنا قبل الدوري بيوم فيمكن الفترة دي كانت عندنا مشكلة طبعا ان اللعبات كانت محتاجة طبعا في فترة الانسجام بين الناس القديمة والناس الجديدة اللي لسه دخلها الناس اللي جاء متأخرى وفيه ناس بدأت انت معها فانت عايز تعمل شغل انت بدأت شغل مع الناس القديمة والناس اللي دخل عليك جديدة محتاج برضو ان انت تنظم الحتة دي عشان يبدأ الكيرف مع المجموعتين يمشي بخط واحد فيمكن برضو كانت دات برضو من الحاجات اللي كانت صعبة في البداية بدأنا بدأنا ماتش الدوري بطراع الجيش ممكن الحمد لله عملنا جيم كويس وعملنا ماتش كويس ككورة وكأداء لكن برضو بانت بقى بعد كده وانت ماشي فكرة الانسجام وفكرة التأقلم اللعبة تأقلم مع بعض وفكرة ان اللعبة تبدأ تحفظ طريقة اللعبة وتقدر تحفظ الفكرة اللي انت عايز تشتغل عليها دي كانت محتاجة وقت شوية بدأنا بالجيش بعد كده نادي الاهلي بعد كده نادي الاهلي بعد كده الاتحاد السكندري فالكيرفي بالنسبة لنا كان بدأ حتى لو النتائج في الفترة دي ما كانتش كويسة بس احنا كنا شايفين ان الفرقة جاي الفرقة جاي بتقدم كورة كويسة واعتقد ابو المجد انها في الاخر اخر كم اسبوع ابتدت الشخصية تظهر خد بالك برضو انا ما بتكلم على فرقة الداخلية انها فرقة كسبت براملز وده موضوع مش سهل اتعدلت مع الزمالك وده موضوع مش سهل انبارح بتكسب حرس الحدود موضش مهمة جدا في اسكندرية موضش البنك الاهلي تلاتة تلاتة يعني محمد هلال ضربت جزاء تصدت والحكم عادها في اخر ثانية يعني جابها والحكم فانت برضو يعني الدنيا بتتحسن كتير عشان كلا كابتن قلت لك لكن الحمد لله فكرة التدرج في المستوى للفرقة بدأت احنا كنا شايفينها وشايفين ان الفرقة دي هتيجي بعد مثلا خمس ست مطشط هتلاقي الامور احسن احنا كان اهم حاجة بالنسبة لنا برضو ان احنا نقصر النتاج السلبية عشان برضو يعني انت بتتعامل برضو مع العيبة كابتن معظمهم صعدين بالفرقة